لم نعد نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكأنه تقنية للمستقبل أو من المستقبل لأنه بات واقعا اليوم في حياتنا اليومية إلى أي مدى أو ما رأيك بالبيانات اليوم التي تشير إلى أن بعض نتائج أو منتجات الذكاء الاصطناعي تكون بجودة منتجات البشر أو حتى تفوق جودة منتجات البشر؟ شكرا الآن بالنسبة لإذا أخذنا مصار الذكاء الاصطناعي تقريبا من 15 سنة وبدأ ما يسمى التطبيقات التجارية وزي ما ذكرت بعض الأمثلة منها بالتقرير مستوى إذا من نعمل منحنى لهذا المستوى أو ما يسمى بتعلم الآلة المشيل لأني أكيد عم بيصير قفزات ما عم بيصير التناسب الطبيعي أو التصعد الطبيعي السبب هم يعني من الأسباب المهمة البيئة الرقمية أو ما يسمى الهارد وير أو الحوسبة نفسها الآن عم تتطور فبالتالي البيئة الرقمية عم تقوم بعمليات حسابية عم نسمع الآن عن ما يسمى الحواسيب الكمية هذه كلها عم تزيد عمليات الحسابية في الثانية فمما يزيد فرصة تعلم الآلة بحيث أن تجد الأنماط بوقت سريع كان يأخذ وقت أطول في السابق زائد تطور الخوارزميات عم تطور بشكل وعم بيصير تنافس إن كان عم نحكي عن أمريكا عم نحكي عن الصين عن كوريا عنا في العالم العربي عم بيصير هذا التنافس ليسد حاجات عم بتسير جائحة كورونا زادت من هذا الاستثمار في البيئة الرقمية وفي الذكاء الصناعي زي ما دايما منحكي لو لذكاء الصناعي ما منشوف لقاح خلال تسع أشهر بحيث تم استخدامه لمعرفة التركيبة الفعالة للقاحات بوقت قياسي كان يأخذ ثلاث سنين إلى خمس سنوات في الزمن الطبيعي فأكيد إحنا الآن الاختبار الأشهر لقياس أي خوارزمية يسمى اختبار تورينغ إنه زي ما ذكرت بالتقرير إنه في الترجمة في كتابة النصوص تماما بهذه النقطة يعني أود أن أتوقف عنها لأنه لفترة طويلة كان هناك اعتقاد أنه الذكاء الصناعي لن يمس ببعض الوظائف الإبداعية مثل الكتابة صناعات المحتوى أيضا الترجمة موسيقى موسيقى يعني لمسة البشر مهمة جدا فيها يومي لأي مدى هذه المروحة تتوسع يعني هل سنرى الذكاء الصناعي موجود بكل المجالات من دون أي استثناء ربما هون التأثير نعم جواب لسؤالك أكيد لأنه عم بيصير تحدي ماذا يمكن للذكاء الصناعي أن يقوم به أي تطور عم بيصير إن كان في الطب في النقل في التعليم عم بيأثر في المجال اللي هو فيه ولكن زي ما ذكرت الذكاء الصناعي أصبح شامل وعام عم نشوفه في التشخيص المبكر عم نشوفه قاعدين في وسائل النقل في القيادة الآلية عم نشوفه في التعليم تخيلي شخصيات افتراضية عم تقوم بمحل الأستاذ وعم تدرس آلاف من البشر بعض الشخصيات الآن أصبحت بعض الشركات تقوم بشخصيات افتراضية أصبحت مؤثرة في التواصل اجتماعي وإلها ملايين وتدخل ملايين من الدولارات أيضا من الدعايات وهي شخصية افتراضية مش موجودة مبنية على الذكاء الصناعي فبالتالي دخلت في كل المجالات السبب الرئيسي أنه يوفر الوقت والجهد والمال الآن هذا جانب جميل أنه إحنا عم منزيد هذا الاستثمار فعلا يعني هذا الناحية الإيجابية ولكن أين البشر من هذا المعادلة يعني في حديث أن الذكاء الصناعي يولد أيضا وظائف ولكن في تحديات متعلقة بالمناهج التعليمية مثلا اليوم أيضا المهارات التي يتمتع بها الأشخاص إلى أي مدى هي تلائم وظائف الذكاء الصناعي إلى أي مدى هذا سيؤدي برأيك لنوع من الفجوة بسوق العمل بدون شك يعني فيه رح يصير فجوة أو ثغرة كبيرة السبب إذا لم يتم مواكبة زي ما أنت تفضلت نعم في أي خوارزمية تأتي وتكون بأي مجال من الأمثلة ذكرناها سابقا ستخلق فرص عمل ولكن هذه الفرص العامل الجديدة الكوادر يجب أن تكون تعلمت عليها وتأهلت عليها فبالتالي يجب أن يصاحب إدخال أي تطور بالذكاء الصناعي إلى أي دولة ثورة في التعليم والثورة أيضا في القوانين النظمة حتى تأهل الكوادر اللي عندك في المجال في فرص العمل الجديدة ولكن إذا أصبح هناك تأخر في هذا هنا رح يكون الأثر يزيد عندك العاطلين عن العمل يزيد عندك الفجوة أنه في فرص عمل كبيرة جديدة ولكن لا يوجد الكادر المؤهل هذه الثغرة التي يتم عشان هيك العلماء الآن بوجه الحكومات في المتديات العالمية أنه يجب إدخال الدكاء الصناعي بشكل مدروس ودراسة الأثر قبل ما يتم إدخاله أو تعميمه على سوق العمل حتى ما يسبب هذا الأثر الاجتماعي أو الجانب السيء من هذه التكنولوجيا فعلا هنا يكمن التحدي لسيما أن التكنولوجيا تصير بوتيرة أسرع بكثير من التقدم بمجالات أخرى شكرا جزيلا لك من دبي الخبير في الذكاء الصناعي ومدير البرمجيات الروبوتية في شركة كاتك إسلام أحمد اشتركوا في القناة